وفق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل يتضمن هذا التعديل تغييرا جوهريا في المالية العامة للدولة يصهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل موازنة الحكومة العامة إرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل إلى نحو 5 تريليونات جنيها اشتركوا في القناة